المئات من العائلات نزحت من قضاء طوز خرمات شرقي محافظة صلاح الدين منذ سنوات إلى قرى في ناحية سليمان بيك نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ولم تتمكن من العودة إلى قرىها حتى اليوم خربة وين أرجع؟ ودومنا دوم الطين لقين ما بها كل شيء لا أنا ولا جياريني ولا قرية أنا وين أرجعنا هسا بس أنا عند ابنية فجرت مساكن الكثير من العائلات وأحرق بعضها ودمرت البنية التحتية في أغلب القرى وبات الرجوع إليها صعبا وخاصة أن التهديدات ومخاوف الاستهداف والتصفية من قبل الميليشيات لا تزال قائمة لا كهرباء بيها ولا مي وخدمات لا يوجد جملة تفصيلها لا يوجد شوارع لا تصلح للسكن البشرية لا تصلح للسكن البشرية فحقيقة هذه هي مع الناس وخدمات موجودة يمكن كلها ترجع وتقر الجهات الحكومية المعنية بما يواجهه الراغبون بالعودة إلى مناطقهم التي تفتقر لأدنى مستويات الحياة الكريمة الآمنة من تحديات جمى نهيك عن التخصير الحكومي الكبير الذي فقم هذه التحديات أيضا هناك بعض العراقية لأسباب فنية وأمنية قلنا أيضا يعني منها الفنية يعني هناك كثير من الناس غير قادرة على إعادة بناء بدورها هذا سبعون أيضا للتعويضات اللي سبعون عدم وجود تعويضات أو توفير أو تجهيز أو تزويد هذا المواطن الضر بسبب تهدم داره أيضا هناك كانت في بلاد العودة أن هناك لجان أمنية تعطي الموافقة للمواطنين في العودة إلى دورهم هذا اللجان أيضا نوعا ما كانت بها نوعا ما بعض العراقية للصعوبات على أمل العودة يعيش هؤلاء النزحون ويقضون أيامهم بعيدين عن المناطق التي ولدوا وترعرعوا فيها وهم اليوم يجددون مطالبهم بالعودة التي طال انتظارها